السلام عليكم أعزائي المتابعين معكم دكتور محمد ضياء وبحلقة جديدة من حلقات شرح كرسل الانوتوم المجاني لجميع كليات الطب حول العالم بعد أن انتهينا من السلسلة الأولى اللي جدنا نتكلم بها عن أساسيات علم التشريح وعرفنا ما هي الأساسيات ونظرة عامة عن كل شيء نحتاجها حتى نبدأ بالتخصص إن شاء الله راح نبدأ بسلسلة جديدة وهي الحلقة الأولى من حلقاتها وهي سلسلة شرح الأبرلمب أو الطرف العلوي اللي واضح أمامكم بهذا الهيكل فخلونا الآن نتكلم وندردش شوية قبل لا نبدأ بالشرح عن ما هي الأبرلمب وشنة اللي راح ندرسها بالضبط فرصة للتشريح إذا كنتم متحمسين لا تنسوا تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ويلا خلونا نبدأ قبل لا يبدأ المقطع أريد أن أقول لكم أنه حوالي 60% من يتابعون القناة هم غير مشتركين فأتمنى منك لو تتابع مقاطعنا أن تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتصل كل المقاطع الجديدة وشكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم قبل لا نبدأ بالشرح المتخصص ونحن اليوم راح ناخذ عظمة وحدة نشرحها بالتفصيل أريد أطيكم شون الأشياء اللي راح ناخذهن بالمستقبل من بداية أول حلقة حلقة الأبرلمب إلى آخر حلقة بحلقات شرح هذا الكورس فخلونا نبدأ بداية حتى نبدأ بالأساس لازم نبدأ بالعظام العظام هي Structures Deepest يعني أعمق موجود في التشريح لذلك راح نبدأ بيهم وبعدين نصعد طبقة طبقة ونشوف العضلات الأوية الدموية وغيرها فمثل ما جاءتلاحظون بهذه الصورة أو بهذا النموذج عندنا هي العظام اللي باللون الأزرق هي عظام الأبرلمب الواضحة أمامكم فخلونا نبدأ بأول عظم احنا ماخذينهن بحلقة شرح العظام لكن نعيدهن باسماء فقط أول عظم عندنا هو الكلاذيكل أو عظم الترقوة الواضحة أمامكم هذا العظم هو عظم الترقوة طيب العظم اللي بعده هو عظمة الاسكابيولة أو عظمة الكتف بعدين عندنا عظمة الذراع الأساسية اللي هي عظمة الهيومرس ورغم نكمل من الذراع راح ننتقل إلى منطقة هاي المنطقة يسمونها بالفور أرم أو منطقة الساعة تتكون من الزن والكعبرة أو الراديس والألنة مثل ما جاءتلاحظون بعدين راح نروح إلى مجموعة عظام موجودة عندنا بالهاند وتنقسم إلى عظام المعصم اللي هين هذين الدوائر الواضحات أمامكم هاي يسمونهن الكاربلز جيد تمثلك منطقة الرست أو المعصم بعد منطقة الرست أو المعصم راح تجيك منطقة الهاند اللي بيها عظام الميتا كاربلز اللي واضحات أمامكم ونختم آخر شيء بالفالنجيز أو الأوقات فهذا هو كل الأبرلم من ناحية العظام بعدين راح نبدأ نتكلم عن العضلات ونفس الهاند اللي موجودة في منطقة البيكترال ريجن اللي هي منطقة الصدر هاي نتكلم عنهن بعدين ننتقل وسالتقسيمة اللي قسمنا به العظام راح نقسم العضلات إلى نفس التقسيمة يعني راح نبدأ نتكلم عن عضلات اللي موجودة في منطقة الكتف بعدين راح نبدأ نتكلم عن العضلات اللي موجودة في منطقة الذراع وراح نتكلم أيضا عن الساعد وآخر شيء عندنا هو عضلات الهاند جيد فراح نتكلم عن هذه العضلات بعدين راح نتكلم عن مواضيع ما تخص الأبرلم بالتحديد ولكن هي عضلات الباك أو الظهر يعني مثل ما جانتلاحظون عندنا هذه العضلات اللي هي عضلة الترابيزيس وكذلك عضلات اللي تزمز دورساي وبعض العضلات اللي موجودة بالكتف راح نتكلم عنهن ونشرحهم في هذا الكورس أيضا عندنا الجوينت أو المفاصل اللي تربط بين العظام المختلفة يعني مثلا راح نتكلم عن هذه المفاصل اللي موجودة بهذه المنطقة مثل مفصل الشوللر جوينت وكذلك الالبو جوينت وغيرها من المفاصل بعدين عندنا الأوعية الدموية تعرفون انه عندنا شرايين وأوردة بالجسم فراح نتكلم عن شرايين والأوردة ومالة الجسم اللي موجودة بهذه المنطقة بالتحديد منطقة الأبرلم ونعرف تفاصيل عنها كذلك توجد الأوعية الليمفاوية اللي هاي باللون الأخضر واضحة أمامكم تسمى بالأوعية الليمفاوية أيضا راح ندرسها ونعرف ما هي العقد الليمفاوية هذه الدوائر الواضحة أمامكم راح نشرح أنه نعرف مواقعها اخر التراكيب اللي عندنا اللي هن العصاب مثلما تلاحظون راح نتعرف على العصاب ومتعرف على اسماءهم وهذه غير مختصة في كلية طبقات العين لان يقنونها مع لكن باقي الكليات اكيد تأخذ العصاب فراح نشرحها بالنهاية اتمنى يكون كورس ممتع ومفيد وان شاء الله جميعكم تستفادوا من المعنمات اللي راح نقدمها في هذا الكورس يلا خلونا نبدأ وما نطول عليكم التشريح للطرف العلوي في جسم الإنسان المحاضرة الأولى اليوم راح نتكلم عن عظمة الكتف هذا الملث موجود على قناة التليجرام مثل ما تعودنا واللي هو متكون من الرسومات بالإضافة إلى كتاب القسم يعني شامل كتاب القسم الخاص بكلية طبق قصر العيني راح تلقون كل الراوض موجودة بالتعليق الأول وبالوصف خلونا نبدأ الآن بالتفاصيل المقدمة من حلقة أساسيات التشريح لما نأخذنا العظام عرفنا أنه الهيكل العظمي ينقسم إلى قسميا قسم مركزي سموه بالأكزيال سكيلتون والقسم الطرفي ايه شانل باب نكمل أما الطرفي هي قسم إلى عظام الأبرلمب الطرف العلوي واللورلمب اللي احنا موضوع اليوم الأبرلمب بحد ذاته يتكون من 32 عظمة احنا راح نسأل الثين وثلاثين عظمة واللورف موقع احنا مميزات لا تخاف لا تخاف لحد يخاف صحيح أن الثين وثلاثين عظمة لكن شوفوا هاي المنطقة المنطقة بها ما يقارب السبعة وعشرين عظمة فالسبعة وعشرين عظمة ذني راح نأخذ علينا بس اسماها تقريبا اوكي وبعض الأشياء خفيفة كل شيء لكن احنا الأهم عندنا هو هذه العظام الخمسة اللي هن عظمة السكابيولة الكتف والترقوة الكلابيكول والهيومرس الذراع وكذلك كل من الزند والكعبرة اللي هن راديس والألنة راح نأخذهن ونشرح بعض التفاصيل طبعا هذا كله بالعملي يعني ما اطلب منكم بالنظرية بس حتى نفتهم النظرية لازم نفتهم العملية والشيء طيب واضحة أمامكم أنه هذه المنطقة اللي تتكون بواسطة السكابيولة والكلابيكول تسمى بالبكترال جوردل أو حزام الكتف بعديا عدنا منطقة الارم وفيها عظمة واحدة اللي هي عظمة الهيومرس الفورارم بها عظمة ينوريديس والألنة وآخر شيء الهاند اللي بها الكاربالز الميتا كاربالز والفالنجيز فهذا كل اللي قال لك يا الكتاب المقدمة ونرجع نقرأ المقدمة نلقى نفس التفاصيل قال لك أنه البونز اف دا شولدر هنا البكترال جوردل اللي هنا الكلابيكول وكذلك السكابيولة حزام الكتف الكلابيكول وكذلك السكابيولة بعدين البونز اف دا آرم اللي هي منطقة الذراع بها بس الهيومرس اللي هي هاي العظمة وعندك الفورارم اللي هو الكتف بكل من الراديوس والألنة واخر شيء الهاند بالكاربالز المتكاربالز والفالنجيز هاي معلومات اخذناها بالأساسيات من التشريح بس أعدتها عليكم حتى نكون واضحين أما بالنسبة للشوتر جوردل أو البكترال جوردل الكل اللي تحتاج تعرفه عنه هو حزام الكتف يتكون من العظمتين الكلابيكول والسكابيولة هذا الكلابيكول وهذه السكابيولة وهي لازم تعرف الجونت اللي يتكونه يعني شو من المفاصل المرتبطات شوفوا هذا الكلابيكول ووضح عمامكم وهذا هو السكابيولة راح يسوينا جونت هاي الجونت على اسم جزء من الاسكابيولة اسمه أكروبيوم وعلى اسم الإكلابيكول فسميناها أكروميو جونت اللي هي هاي الجونت واضح عمامكم والمكاتب يسمها بس هي الأكروميو جونت جيد. هذه كل المعلومات التي تعرفها مثل ما جاءت لحظونا هنا مكتوبة. والآن دعونا نتكلم عن الاسكابيولة. طبعا احنا اليوم رح نشرح من الرسمات بالاضافة الى البرنامج. رح نستخدم البرنامج حتى نشوف الاسكابيولة اوضح. فمبدئيا بالرسمات. عندنا الاسكابيولة هي عظمة الكتف اللي واضحة امامكم تكون شكلها مثلث وهي احد انواع العظام المسطحة. طبعا لو ننظرها من الامام انتيريوري بيو رح نلاحظها هذا السير في اسمالها. ولو ننظر من الخلف رح نلاحظ هذا السير في اسمالتها. إذن هي بها اثنين سير فيسس امامي وخلفي. تمدد الاسكابيولة من الظلع الثاني. The second rib to the seventh rib. الحد الظلع السابع. هي تقوم بانها تثبت او توصل ما بين الترانك اللي هو جذع الجسم مع الطرف العلوي او البرلمب. جيد. يعني. Connect the upper limb to the trunk. البرلمب مع الترانك. ثانيا. Stabilize and assist the shoulder during movements. هي تحافظ على الكتب ثابت اثناء الحركة. واخر شيء attachment point for the muscles and the ligaments. وتعتبر منطقة تمسك بها العضلات. يعني لو فرن النوك عضلات تجي من نانا. فالعضلات تمسك بها بهذا الشكل. جيد. فهذه مقادمة بسيطة عن الاسكابيلا. نشوف الكتاب مقدمة مالتها. الكتاب قال لك ان السايت مالتها موجودة. هي تعتبر posterior bone of the shoulder girdle. نحن نخذ من ان هذا هو shoulder girdle. وهو هاي العظمة لعظمة الكلافكال. وكذلك عظمة السكابية. فالكلافكال سماها anterior. لان هي صارة له قدام. جيد. بينما السكابيلا سماها posterior bone. فتعتبر هي posterior bone من حزام الكتف. أو shoulder girdle. بعدين قال لك. قال لك تمتد من second rib. إلى seventh rib. كما رأيتكم. وهو نوعها من انواع العظام. الفلات أو العظام المسطحة. الآن راح نتكلم عن general features. هي كل الموضوع مالتنا general features. راح نتكلم عن المواصفات مالتها العامة. بداية هي عبارة عن عظم مسطح ومثلث. توقعها واضحة. والباقي خلونا نحتح البرنامج. ونشوف الباقي التفاصيل. مبدئيا راديك تعرف ان السكابيلا تحتوي على سطحين. two surfaces. وثلاثة حدود three borders. وثلاثة زوايا three angles. واخيرا ثلاثة بروزات three processes. طيب اسكابيلا. نفس الكلام ادرجة اعيد عليك حتى اثبت يمك المعلومة. general features. الصفات مالتها تحتوي على two surfaces. سطح امامي وسطح خلفي. تحتوي على three borders. يعني حدود ثلاثة. وتحتوي على three angles. يعني ثلاثة زوايا. وتحتوي على three processes. يعني ثلاثة بروزات. اشوف هذه الصورة الواضحة امامكم. مبدئيا داخل السطح الامامي الخلفي. قلت لكم قبل شوية. انه هذا السطح. انا جاي انظر من الخلف. هذا سطح الخلفي. هذا السطح. هو الامامي. جاي انظر من الامام. انتهينا من هذا السطح. اريد اشوف. borders. وكذلك. angles. مبدئيا شوفوا هذا. سطح الخلفي. هذا يسمونه. السوبيا بوردر. لان انصائر اللي فوق. بذلك اسموه. سطح الخلفي. بينما لما تنزل. هذا يسموه. الميديال بوردر. الميديال بوردر. لماذا يسموه. الميديال بوردر. يعني وسطي. لأنه مثلما تلاحظون هذا البوردر هو نفسه هنا مقترب من الميديال فبالتالي سموه ميديال بوردر مقترب من وسط الجسم بينما هذا سموه الاترال بوردر ليش سموه الاترال نفس الشيء لأنه صاير طرفي صاير طرفي بعيد عن وسط الجسم جيد بعدين لما ننجي على الأنجل بين كل بوردر و بوردر رح نسوي أنجل صحيح فأول وحدة رح نسميها سوبرير أنجل اللي صارت بين هذا وهذا وهذه رح نسميها الانفيرير أنجل لنصار على الجوة وآخر واحدة هاي رح نسميها يعني هاي نفسه اللي جلينويد جافيتي يسمونها أحيانا باللاترال أنجل جيد أما بالنسبة للبروستس فهو يحتوي على ثلاثة بروستس الأول مثلما تلاحظون هذا الواضح عمامكم باللون بنفسجي اللي هو الكوراكويد بروستس والثاني هذا هو الأكروميون بروستس لكن مو واضح بهاي الصورة خلن نأخذ لغير صورة هذا هو الثاني الأكروميون بروستس باللون أخذر والأخير هذا هو اللي هو الاسباين أو السكابيلا كل حلقتنا اليوم أنه نشرح هذه المميزات متى السكابيلا ونعرف كل واحدة عليها كلمة أو كلمتين بالزايد الآن خلن نتكلم عن السيرفيسز بالتفصيل راح نشوفون الموضوع أسهل من السهولة السيرفيسز يعني الأسطح والأسطح يأما انتيريير أمامي يأما بوستيريير خلبي جيد فلما نجي نباوع نشوف هذا السيرفيس هذا يسمونه انتيريير أمامي ليش انتيريير؟ لأنه ننظر إلى الأمام للجسم راح نلاحظ أنه يواجهنا فبالتالي بما أنه واجهنا فن lavabaptəllo فلنظر من الخلف راح نلاحظ أنه استجابه سطح يواجهنا فنظر من الخلف لذا من ش havabapt والمن ش Mitchell المكانuri أيضا هذه الصورة عندما ننظر من الخلف راح نلاحظ أن هذا سطح هو الامامة يكون أقوم به بعض البروز واضح حضركم طويلer بالتالي نصميه سúsليановي هذه ستمية اسم إن نظرية اسم أخر يمكن نقول أطلاق لأن دورسل لأن دورسل هي نفسه سفق ونجي نفسها خلفي ونمكننا نقول نقول ventral لان ventral معناها نفسها anterior. زيان واحد يقول معقول اكو اسم ثالث؟ نعم اكو اسم ثالث. ممكن نسميه costal surface بالنسبة للانتيريور الأمامي. ليش نسميه costal؟ لانه مثلما تلاحظونه هنا عندنا الاضلع. فهو يكون مقابل للاضلع. جيد. بما انه مقابل للاضلع فرح نسميه costal. لانه costal كلمة تدل على الاضلع. اللي هنه الربس. جيد. فبالتالي رح نسميه costal surface السطح الضلعي. اللي يكون مواجه للاضلع. انتفقنا على هاي النقطة؟ النقطة الثانية انه هل هذا السطح مقاعر ام محدد؟ واضح امامنا انه هذا السطح اللي هو الامامي. الانتيريور شوفو. انتيريور. طيب. شي يكون يكون نوعا ما مقاعر. مقاعر الى الاسفل. اكو بيتقاعر مثل ما شوفون بالظل اللي مرسوم بالرسمة. اكو بيتقاعر. هذا التقاعر ادى الى انحناء داخله. يعني فاصبح اكو بي انخفاض نوعا ما منخفض. لما نفتح البرنامج رح نلاحظ الانخفاض واضح. جيد. وهذا الانخفاض رح نسميه بالفوسة. الفوسة. جيد. هذا الشكل. فالفوسة او الفوسة. يسمونها الانخفاض هذا اللي بدلوني بنفسج انا مشارككم عنيها. جيد. وتكون مكان لي مسكة العضلات. مثل ما رح ناخذ بالمستقبل. انه اكو عضلة اسمها سب سكبيولارس مصل. رح تمسك بهذا المكان. ها هي العضلة الواضحة امامكم. سب سكبيولارس مصل. رح تمسك بهذا المكان. اللي هو اسمه سب سكبيولار فوسة. جيد. توقع واضحة. الان نتكلم عن البوستيرير او الخلفية. البوستيرير رح نلاحظ انه هي بالعكس سلايتلي كونفكس. باعتبار انه اي جسم محدب من جهة يكون من الجهة الاخرى مقاعر. والعكس صحيح. فبالتالي رح يكون محدب من هذه الجهة. الجهة الخلفية رح تكون محدبة. وايضا اكو اللي قياني اكو بروز. هذا البروز اللي انا قلت لكم عليه. البروز اسمه الاسمين او السكبيولار. مثل ما شفتكم المقدمة. ويكون شيلف لايك. لان تحته. اكو شون اكو وشون اكو نقول معها بعض الضل هذا. يكون من بارز الى الامام. بارز الى الامام. فبالتالي. تحت اكو مكان. فسموه شيلف. شيلف يعني بمعنى السقف. جيد. هو يكون سقف على هذه المنطقة اللي تحت. فهو قال لك سيلف لايك بروز. يعني بروز يشبه السقف. جيد. سمى الاسمين او السكبيولار. اللي معناها الشوكة السكبيولار. اللي بعتبار صار شكله نفس الشوكة. جيد. طبعا بدناها ينتهي يكوننا الكرومينو بروسس. اللي هو بروز اخر. انا اريد اعرف شنو. انه هاي الشوكة قسمت لي السكبيولار الى قسمين. قسم. فوق. فبالتالي رح اقول. السكبيولار. جيد. وقسم تحت. فالبتالي رح نقول. زيان. ذني همن عبارة عن فصة. همن نفس حال حال. هذيش الفصة. لكن هاي سميناها السكبيولار فصة. بينما هاي رح نسميها. السكبيولار لانه سايرة فوق. فوق السباين. والثاني رح نسميها. لانه سايرة تحت. زيان. هي سب. فوق شونو بتضبط فوق السباين. فبالتالي. سب. او سب. سب. او تحت. او او سب. او سب. او سب. او سب. او غير. فبالتالي رح نقول انه. او بالأخر أريا المنطقة الفوب. سميناها. سبرا سب. عم. وبينما المنطقة التحت. سميناها. انفرا سب. او هاي الفوب. وهي التحت. سبرا و انفرا. جيد. فورما خلنا Surfaces خلنا الآن نشوفهم بالبرنامج نتعرف عليهم أكثر. الآن فتحنا البرنامج الثريجي. راح ناخذ الكابل لما تلاحظون. وراح نسوي لها عزل. فرح تطلع بهذا الشكل اللي واضح عمانكم. جيد. نشيل دني. لما نريد ناخذ ال View راح ناخذ ال Anterior View. راح نلاحظ أنه هي من الأمام تكون بهذا الشكل اللي واضح عمانكم. جيد. هذا السطح يسمون Anterior Surface أو Ventral Surface أو Coastal Surface. تمام؟ أيضا يكون أكو به هاي الفوصة لما نفتح ذني. هاي الفوصة الواضحة أمامكم واسمها Sub-Scapular Fossa. هاي اللي واضحة أمامكم. شوفوا البرنامج وضح شلون هي نوعا ما مقعرة. لاحظتوا التقعر اللي صاير بيها. ولاحظتوا أنه هذا الانحناء صاير انحناء الى الأسفل. شوفوا. انحناء الى الأسفل. وضح بالبرنامج. ما كنا نقدر يوضح بالرسمة. طيب الآن لما نجي ناخذ ال View اللي هو البوستير الخلفي. راح نلاحظ بعض الأشياء بالبوستير اللي هو الخلفي. أولا وجود هذا ال Spine اللي قلت لكم عليها. شوفوا ال Spine. ليش قلت لكم يشبه السقف لما ننكبرها السين. شوفوا هاي الجوة. هاي الجوة هو صاير عبارة عن سقف عليها. فبالتالي قاله هو Self-like أو Shelf-like Projection. عبارة عن بروز يشبه السقف. جيد. طبعا هذا هو. اللي هو. طبعا هاي الترشيرة تأشر عليه. هاي. The Scabular Spine. يعني The Spine of the Scabula. بعدين نتكمل. تطع لك الأكروميون. اللي هو هذا. سمونا Acromion Process. راح ناخده بعد شوية. طيب. نجي نشوف التقسيمة اللي قسمتها هاي The Spine. قسمتنا الى جزء. يعني جزء الاول. العلوي. فسمينا Super Spine Fossil. لانها Fogal Spine. جيد. شوفوا اكو بها نزلة واضحة انه هي. هاي المكان. هذا الانحنة امانتها. فهنا راح تمسك بعض العضلات. او عضلة معينة يعني. اسمها Super Spine muscle. بعدين راح ناخدها. بعدين قدنا اهنانة هاي التحت. ايضا راح نسميها. عفو هاي. التأشير مانتها. الانفرا سباينس فوسا. هاي كلها. هي الانفرا سباينس فوسا الواضحة امامكم. جيد. فهو ستعدكم بالبرنامج. طبعا مبين انه هي متحددة. لما نشوفها في هذا الشكل. راح نلاحظ اكو تحدب. تحدب. شوفوا التحدب واضح بهذا الشكل. هذا التحدب يمثل لك. الكلام اللي قدنا عنه. وهي Convex. نرجع الان للشرح. من باب الاطلالة اكثر. احب اقول لكم انه اكو بعض العضلات راح تمسك ب. الاسكابيولة. من ضمن هذه العضلات. راح تمسك في. يعني بالخل. انا قلت لكم بالامام. اكو عضلة اسمها. السبسكابيولارس مسل. اللي هي هاي المسل. تلاحظون المسكت. بالامام. لكن من الخلف. راح تمسك ايضا اكو عضلات. لو نجي على الفصة. اللي هي الانفرا. سباينس فصة. جيد. وعندك السبرا سباينس فصة. راح تمسك بها عضلتين على اسماع. اللي الاولي راح نسميها. سبرا سباينيتس مسل. جيد. هاي هي. والعضل التاني راح نسميها. انفرا سباينيتس مسل. واضحة امامكم. فبالتالي هاي عضلتين راح ناقذهم بعديا. لكن حبت اكلوكم عليها. ايضا راح نلاحظ. اكو بعض السبراكشورز. تمسك ب. السباينة. يعني هاي. السباينة. جيد. اللي هي نفسها هاي. نفسها بالضبط. خلنا شيلها. المسومات. هاي. فنفسها راح نلاحظ. انه اقوب ايضا عضلات تمسك بها. مثل يش. مثل العضلة الاولى الواضحة. امامكم. عضلة الدلتويد. الكتب. هاي هي العضلة الدلتويد. هاي. فواضح انه هي هنان تيجي. هنا مقطوعة طبعا. تمسك ب. السباينة. بالدلتويد. الخاص بيها. طيب. بينما اكو عضلة ثانية. هاي. ايضا تمسك ب. السباينة. اللي هي العضلة الضخمة. الترابيزيس مسل. هاي هي الترابيزيس مسل. فمن باب الاطلالة اكثر. حبيت اقول لكم انه هذان هنا اسمع العضلات اللي راح يمسكن. في هذه المناطق. لان ليش ندرس العظم حتى نعرف شون العضلات اللي راح تمسك ب. الان نكمل. الان راح نبدأ نتكلم شوية بالتفصيل عن البوردرز. الحدود. وكذلك الانجلز. اللي هنا الزوايا. عدنا ثلاثة بوردرز. وثلاثة انجلز. بالنسبة للبوردرز. لاترال وميديل. وسبير. طيب. اللاترال هذا. والميديل هذا. والسوبرير هذا. زين ليش سمينا هند. السوبرير بعتبار انه اعلى شي فسميناه سوبرير. يعني فوقي. بينما هذا. هو خط الوسط صحيح. لو كنت قريب عن خط الوسط. فراح استكون ميديل. فسميناها ميديل هذا. ولو كنت بعيد عن خط الوسط. راح اسميه لاترال. يعني طرفي. ميديل يعني وسطي. ولاترال يعني طرفي. واضحا. هاي بنسبة للتسمية. نجي ناخذ المميزات مالتين. نبدأ بأول واحد اللي هو اللاترال بوردر. كل اللي قائل لك يا انه هو. ثيك اوبليك بوردر. يعني هذا هو الواضح عمامكم. يكون ثيك. سميك نوعا ما مثل مجال تلاحظون. اكو بيسمك. ويكون اوبليك. مائل. يعني هو مو عدل نفس هذا. لا مائل شوية بميان. لما يكمل تلقي هنا. اكو موجود لون منطقة خشنة. جيد هالمنطقة الخشنة. يسمونها الانفرائق اللينويد تيبريكل. بينما لما تصعد كل شي لنها. رح توصل لهذا. اللي هو اللينويد كافتي. رح نتكلم عنه بعد شوية. طيب. نجي نتكلم عن. الميديال بوردر. الميديال بوردر يقول لك هو. ثم. وذلونغس بوردر. يعني هذا هو الواضح عمامكم. يقول لك هو رفيع. واطول واحد بهم. بالاضافة اللي يقول لك تقريبا. بشكل عمودي. بعد ذلك قال لك خمس سنتيمترات بعيد عن. تقريبا. تعرفون ان هنا ذني البرتبري. صحيح. هذه البرتبري. فكل واحد يطلع من عدة. ذني البروستسات. دعنا نفسي نغير لهم. ذني البروستسات. جيد. فهو شي يقول لك. يقول لك بوعد بينه وبين البروستس هذا. اللي يكون بنفس مستوى. دعنا نقول هذا مثلا. طبعا خلف السترنوم. نقول ما هذا هو. فيقول لك البعد بينهاتن هذا البعد. خمسة سنتيمتر. جيد. البعد بين. السبير البعد هذا. وبين البرتبري. اللي يكون مالتها. الشوكة مالت البرتبري. مالفقرات. طيب. هذه من احد المميزات المالتب. بعدين نقول لك. معلها زاوية منفرجة. ويعمل مع الروت. يعني لو نجي على الروت. سباين. هذه الصورة واضحة امامكم. هذا يسمونه. يعني هو جذر مالت الاسباين. منه بدت الاسباين. فيقول لك انه هي مع. سوي لك زاوية منفرجة. جيد. فبعدين هاي المميزات كلها. بالنسبة ل. الميديال بوردر. ننتقل اللي اللي بعده. اللي هو. يقول لك هو ثن. وشارب. يعني هو. يكون اول شي ثن. رفيق حال حال. الميديال. ويكون حاد. رح نشوفه ببرنامج. ما هو حاد. واخر شي. يعني اقصر واحد. بعد. ما هو مميزات. يقول لك. مميزات. يقول لك. هنا. بهذه المنطقة بالتحديد. اكو. انحناء بهذا الشكل. هي صاير. او انخفاض. هذا الانخفاض. اسمه. سوبر اسكابيلر نوت. جيد. سوبر اسكابيلر نوت. ليش سوبره. لانه صاير فوق. وهي نوت. يعني. منخفض الى الاسفل. طيب. واخيرا عندنا. الكوراكويد بروسس. اللي هو هذا. الذي قلت لكم عليه. الكوراكويد بروسس. يقول لك. هو بنهايته. باللاترال انماته. رح نلقى شغلتين. الاولى هي. هاي. النوتش. والثاني. هو هذا البروز. اللي هو. الكوراكويد بروسس. طبعا رح نشوفه ببرنامج. رح يكون الواضحات. اكثر. الان فتحنا ببرنامج. حتى نشوفه بشكل اوضح. اه. عدنا هذا هو. السوبيير بوردر. وهذا الميدي البوردر. وهذا البوردر. وهذا البوردر. اول موضوع. من ناحية السمك. لاحظ انه. هذا السوبيير بوردر. هو مو بس. رفيع. وانما حاد. يعني. اكو بيه حدة. شوفوا. جاي تلاحظون الحدة مالتة. فهذا هو. ثنست. قريبا. أنحف واحد بيهن. وكذلك. الشارب. وكذلك الأقصر. هو أقصر واحد بيهن. من حي في الطول. بينما ننجي للميديال. اللي هو هذا. ايضا رح نلاحظ انه هو. نوعا ما. ثن. يعني رفيع. بس هو. اللونغست. يعني أطول واحد بيهن كلهن. جيد. لما نجي على هذا اللاتشل. رح نلاحظ لا. اكو بيه عرض. وضع هناو البرنامج. العرض مالتة. لأنه هذا أعرض واحد بيهن كلهن. اللي هو اللاتشل بوردر. قلنا أنه هذا. السوبية بوردر. لما يكمل بالنهاية. باللاتشل. هو منانا لاتشل. ومنانا ميديال. فلما يكمل بالنهاية. رح نلاحظ هذا الانحنان. شوف هذا الانحنان. هذا التسمية مالتة. يسمونه. لاعفو. نسوي العزل. تمام. التسمية مالتة هاي. يسمونها. جيد. سوبرا. سكابيلر. وايضا عندنا هذا. يكمل. الكوراكويد. اللي هو البروز. اللي واضحة أمامكم. طبعا مثل ما قلت لكم. اللاتشل بوردر. لما يكمل. رح نلقى هنا. اللي هو هذا البروز. اللي واضحة أمامكم. متقدم إلى الأمام. هذا البروز. يا رما نولي. اللح نلقى. أيضا. اللعنون. اللي 같ها امامكم. وفوق عندنا السيبر. طيب. هذا نسبى المنبس. باللاترال بوردر. وايضا قال لنا انه هنا انه ساير بهذا المنطقة يصير اكون الزاوية المنفرجة اللي تكون بين الروت اف سباين اوف سكابيلا ها هي الاسباين اوف سكابيلا. ها هي الاشير ما لا تعتقد هادا له هادا هادا سباين اوف سكابيلا. وهنا لعدنا اه ميديا البوردر فهنا راح يكون مياتهم يعني زاوية منفرجة. الان بعد ان خلصنا البوردر راح ہم تكلم عن انجلز او الزاوية. ان الشوار الاولى rip سايرة بالمنطقة التي تحت الانفير. والثاني ذا بل بالثاني. راح تقول لي ماذا يعني؟ راح اقول لك بالبداية لما نقلت لك انه الاسكابولا تمتد من الظلع الثاني وحتى الظلع السابع. فبالتالي اكيد اللي هي الانقل تكون اخر شيء بالاسكابولا. فالانقل الانفيرير راح تكون مع السابع. والسابع راح تكون مع الثاني. هاي باللسبة لان اثنين ما بيهين تفاصيل. طبعا هاي تكون اكيوت حادة زاوية حادة بينما العفو. التحت هاي تكون زاوية حادة بينما الفوك تكون زاوية نوعا ما قائمة. جيد تسعين درجة. هاي بنسبة لان بنسبة للسابع ونفيرير. نتحدث الان عن اللاترة. اللاترة بيها شوية تفاصيل فراح ناخد تفاصيل معالتها. اول نقطة قالت لك انه هي ممكن نسميها بالهد أوث سكابولا. جيد ممكن نسميها بالهد أوث سكابولا طبعا هي هاي. جيد. فممكن نسميها بالهد أوث سكابولا. وتحتوي على صليلي البدي مالتها. يحتوي على صليلي يعني هذا هو الجسم مالتها. يحتوي على هاي اللي هي خلا نقول الرقبة مالتها تكون ضيقة. وراح توضح بالبرنامج شنون هي ضيقة. بعدين يكمل لك يقول لك انه مالتها اللي هي هاي الفتحة الواضحة عمامكم. هاي كلها يسمونها وهي منطقة معناها التمفصل ما بين وما بين عظمة شوفوا هاي المنطقة هي منطقة اللي صار اكو بيها تمفصل بين عظمة وبين عظمة اللي هي يعني تعفضونا موضوعها مهم جدا. طيب بعدين شي يقول لك يقول لك هي تمثل الساكت طبعا تمثل الحفرة ولكن هاي الحفرة تكون عبارة عن شالو كوم كيف بور ساكت. شون معنى شالو كوم كيف? شالو كوم كيف معناها انه هي تكون تقريبا فارغة وتكون بور ساكت. بور ساكت يعني هي مو عبارة عن حفرة نفس مثلا حفرة اللي تكون بيها عمق لا هي تكون بور فقيرة الى هذا الشي راح توضح بالبرنامج الأكثر. شوفوا ما بيها عمق ذاك الكبير. فبالتالي تسمونها بور ساكت. ضيب يعني هذا ما داخل كل او ما داخل بالشكل عميق داخل هاي قني نوت كابتي وانما داخل يا دوبك يعني ماسك يا دوبك بيها منطقة الى. طيب. هاي بالنسبة ل موضوع الشالو. بعدين يقول لك اه اه. يعني نفسي لكم مترا تكون اه من فوق ضيقة. بعدين شوية شوية توسع احتو الله اكتر بالمرنامج كما جاي اقول لكم. طيب. بعدين اخر شي شي قل لك يقول لك. يعني هاي السطح مالتي يكون ناعم. ويغطى بال اللي اخذناه بحلقات الاساسيات. حلقة الكارتلج. بعدين نقول لك لاتجاه مالتها. يعني بشكل اتجاه للاطرال للطرف. و نوعا ما الى الامام يعني نرسم احنا. لاتجاه بهذا الشكل الى الطرف. و يعني نوعا ما الى الامام. واخر شي عندك. يعني الى الفوق. تمت想 بشückt. هذا الاتجاه مالتها يعني هي متجهة بهذا الشكل. هذا الشكل يجي. بعدين يقول لك يقول لكower the glenoid cavity. الى اخر نقطة عن ذيك. اه. Three of a small supraglenoid rubricle وتحتها الانفلا чутьلotch. نفسة ما اجبت لكم قبل شوية. انه تحتها يوجد هناك تيوبر ايوجد هنة اسمة الانفلا 건� Gesichtل 접종 dagen Advisory سوف نسميه سوبرا وقلينويد اتيوبيكا. جيد. فانا خلنا نروح لبرنامج حتى كل شيء يوضح عندنا بالبرنامج. الان نتكلم عن الزوايا. عندنا السوبرير انجل اللي واضحة عمامكم هاي هي السوبرير انجل. في هذا الشكل. ومثل ما قلنا انه تكون قائمة. تقيمة تسعين درجة. بينما هنا عندك الانفير انجل اللي قلنا انها تكون حادة. واخر شي عندك هاي الانجل كلها اللي هي تمثلك عرفنا انه بيها بعض المميزات مثلا انه تتوي على اهم شي عندك هو الانفرا وكذلك السوبرا هذا هو واضحة عمامكم. بينما تحتها يكون اللي هو هذا الواضح عمامكم. جيد. بعدين عرفنا انه سطح مالتها مثل ما جاءتلاحظون. هذا اللي قد ترككم عليه انه سطحها يكون مو منخفض جدا وانما اكو بي انخفاض بسيط. مو ذاك انخفاض. ومغطة بالارتكولر كارتلج اللي واضح شوفوا لونه يختلف عن باقي العظمة. هذا يسمونه مغطة بيه على موض التمفصل بينه وبين العظمة الثانية اللي هي طبعا هاي هي اللي اكيد. هاي كل هاي يسمونها لنوت كابيتي. وقلنا انه شكيها نسلكم مثلا هنا واضحة انه هي نسلكم مثلا بالبداية تكون ضيقة بعدين توسع الصير اكبر. لما نرجع نحط باقي الاجزاء الجسم راح نلاحظ انه يكون اكو تمفصل بينها وبين عظمة الهيومورس. شوفوا التمفصل. واضح عمامكم هنا التمفصل بيهناتين بهذا الشكل. وانه هي تكون ما تغطي كل اللي هي مرس وانه ما جزء من عنده فقط. معلومات للاطلاع لا اكثر انه هذه المناطق اللي شرحناه ان اكو بيهن عضلات تمسك وكذلك الليجامنت اربطة. مثل هذا الليجامنت اللي واضح عمامكم اللي اسمه الكوراكو باعتبار كوراكويد واكروميال باعتبار اكروميون. هذا يثبت مفصل الكتب. يثبت الشولدر جوينت. جيد. ايضا عضلات تمسك بال والسبراغلينويدة تيبريكل. تمام. هاي العضلات تمثلك البايسبس. عضلة البايسبس كونكم تعرفونها. وكذلك العضلة اللي خلف اللي هي عضلة الترايسبس. فتعرفون انه البايسبسية بها باي سيبس. اثنيا رؤوس. فرأس من الرؤوس جيد اللي هو اللونج هاي اللي سمونا الطويل. يمسك بالسبراغلينويدة بينما بالنسبة للترايسبس فأيضا الرأس من الرؤوس الثلاثة اللي بيها اللي هو الطويل يمسك بالإنفراء اللي هو الترايسبس هذه معنوات فقط للإطلاع حبت أشوفكم إياهن الآن رح نتكلم عن البروزات الخاصة بالسكابيولة مبدئين عندنا الاسباين والتسكابيولة هاي روحة عمامكم بعدين تكمل إلى تصبح الأكروميون اللي هو هذا الأكروميون وعدنا أخيرا الكوراكويد بروسس طيب نبدئ بأول شيء عندنا اللي هو الاسباين أوف تسكابيولة الاسباين أوف تسكابيولة أول ما قل لك بالحشي قل لك أنه هي هوريزانتال بمعنى أنه هي أفقية وما عندك اختلاف بهذا الموضور بعدين قل لك أنه تسبه السقف يعني مثلما تلاحظون هذا الواضح عمامكم لو نسوي بهذا الشكل راح يمثلين سقف فهي تشبه السقف اتفقنا على هذا الشيء النقطة اللي بعدها يقول لك أنه هي موجودة بالدورسل سيرفس ما يعني دورسل؟ يعني من الخلف أكيد أصلا هي الدل على أنه هذا سطح بوستيرير لما نشوف الاسباين يعني هذا سطح بوستيرير طيب نقول لك بها أبر ولور وبها بوستير و لاترال بوردر طيب هذا كله يسمونه الكريست من الخلف كم الخلف يعني أن الخلف سطح من الخلف تبدأ بالروت ونوب بالكريست ونوب تكلف لتصبح الأكرميوم جيد اذاً أول ما عرفنا هذا هو الكريست طيب الكريست ما هو مواصفاته أولاً يعني يمكن أن تشعر به من تحت الجلد لا المختلف ثم يقل لك يقل لك ثم يوجد رفع برومينس رفع معناها خشن وبرومينس معناها بروز بروز خشن هذا هو بروز الخشن الواضح عمامكم يسمى بالروت of spine هذا هو الجذع او العفو جذر الاسباين اللي يبدأت من عنده جيد جيد يكمل لك يقول لك انه ما أفع الانه التعاصية ما ما معناها احنا قلنا انه من هنا مديار و من نن نلاترال لان هنا عظمة الهومريس يعني هنا المفروض اكو عظمة هنا الي هي عظمة الهومريس یعني عظيم المالتي المهم خلنا نقول الذي الجزم الهومريس بخلنا هنا أجسم الانساني يكون quite جيد جيد جيد. فش يقول لك هو يقول لك انه بالميديا بالعفو باللاترال تتحول السكابيو لهاية الاسبايل مالتها الى ما يسمى بالأكرومين البروستس اللي راح ناخدها الاسه. اتفقنا على هذا الشي يكمل لك بالكلام يقول لك انه اللاترال الفري بوردر. شنو معنى اللاترال الفري بوردر? هذا اللاترال الفري بوردر الواضح عمامكم بهذا الشكل. شوفوا يكون بين وجل هنا. الأول هو الكليونيت كافتي كنا نعرف الكلينويت كافتي واو الثاني اللي هو هاي겨نا نقولemanك. ناتش؟ الناوتش يمر منها فيزلز ونرز محمات. هاي هذه النوت اسمها subino gleno notch Spino لأنه بين ال spine وال glenoide باعتبار أنها هي glenoid فبالتالي يسموها spino glenoid notch تربط بين offspring that is this with intra or infra spinals فهي تربط بين عاتهم فهذا هو الذي يكون بين عاتهم اللي هو lateral border هذا كان بالنسبة ل spinos scabular الآن رح نتكلم عن البروسيس اللي هو الأكروميون طبعا الأكروميون أول ما قللك معلومة إنه هو شكل يكون ريكتانجولر يعني مستطيل للشكل مثل متأكت لعظم هيا أول النقطة النقطة الثانية اللي قللك إياها إنه هو عبارة عن كونتينويشن يعني هو عبارة عن استمرار الكريست of the spine of the scapula هذا هو الكريست جيد فلما نستمر الكريست إلى الأمام كوى لنه الأكروميون البروسيس فهو استمرار من عنده ودعوه لكتد أبورد أن فورورد طيب بعدين نجي نتكلم عن موضوع ثاني اللي هو الميديا واللاترال بوردر نحن نعرف أنه أو ما نعرف اسرح نعرف أنه هذا الأكروميون بروسيس بميديا واللاترال بوردر شوفوا الاسكابل على هذا الشكل هذا البوردر اللي هو من هاي الجهة خلنا أخذ القلم هذا البوردر يسمون اللاترال بوردر جيد بينما هذا البوردر الثاني يسمونه الميديا البوردر جيد فالفكرة يقول لك بالميديا البوردر موجود يكون عبارة عن سمال أوبال فست اللي هي هاي الواضحة أمامكم عبارة عن دائرة بيضوية صغيرة وهي مهمة جدا ليش مهمة لأنه راح تسوي يعني راح تتمفصل مع عظمة أخرى باعوا سراكزوا علي شوف شلونة تتمفصل مع عظمة أخرى هاي العظمة الأخرى هاي العظمة هي عظمة الكلافيكال اللي واضحة أمامكم هاي هي فهاي الاسمال أوبال فست البيضوية اللي كانت قبل شوية واضحة أمامنا تمفصلت معها بهذا التمفصل هاي هذا التمفصل شنو اسمه هذا التمفصل مثل ما جا تلاحظون اسمه الأكروميو كلافيكولار جوينت أكروميو كلافيكولار جوينت يعني مفصل طيب نرجع ناخذ الاسكابيولة واحدة وآخر شي عدنا بالاسكابيولة هو موضوع اللاترال بوردر نحن مو خلنا هسا الميدال بوردر وقلنا هذا اللي بهاية هذا الميدال بوردر هذا الثاني اسمه اللاترال بوردر كل اللي قيبيلك عليّ انه هو يكون بالأكروميو الأنكل هاي الآي Sae هاي الزاوية يسمونه الأكروميو الأنكل Agемся هذا هو ال اسكلم لأنان نتكلم عن أخر بوردر الثاني مننا اللي هو الكوراكويدا بروسيس مثل ما واضح، همامكم هذا هو الكوراكويدا بروسيس أول ما ببلش قبل قيبلك هاي هذا السوبيري بوردر ها هو أجا そう Myodes هذا اول نقطة. يقول لك. هاي مو هي. يعني بس شوية من هاي النوت. طيب. بعد ما يقول لك? يقول لك يعني اتجاه مالتة الى الامام وطربي. هذا اتجاه مالتة الموجه به. المميزات مالتة انه اكو بيه اللي هي هاي الحافة مالتة. الحافة يسمونها. و ايضا بيه لور سرفيس. هذا هو الور سرفيس. و بيه ابر سرفيس. هذا هو الابر سرفيس. هذا. و اخر شي عندك ميديل و لاترال بوردر. هنا عندك الاترال و هنا عندك ال ميديل بوردر. مثل مرية تلاحظون. فما بيه هاي تفاصيل لالكراكويد بروسس. احنا رح ناخذ انه تاخذ ببعض العضلات تمسك بي. لذلك هاي هي الاهمية متة. وايضا بعض ال الاربطة. طبعا قبل شوية لما تنا نشرح قلت لكم انه العضلات ذني. جاي ناخذهن للاطلاع. يعني نعرف العضلات اللي تمسك بالعظام. حتى لما ناخذهن نكون على اطلاع بيهن. لكن احبا اقول لكم انه هذه العضلات انتوا رح تاخذونها بامتحان عملي. امتحان عملي هو فقط عن العظام صحيح. لكن مع ذلك رح يجيب لك العظام و يسئلك سؤال. مثلا هذا الكوراكويدو بروسس. شنو العضلات اللي تمسك بيه. لذلك انه هذه الحلقة تكون مرجعية للعملي الخاص بالعظام كاملا. يعني انت مل حتاش ترجع للنظري. اذا حضرت هذه المحاضرة رح تكون كافية للعملي الخاص بالعظام. طيب. الان نكمل الاخر شيء عندنا للاطلاع هو الكوراكويدو بروسس. الكوراكويدو بروسس الواضح عمامكم. هذا هو. تمسك بيه مجموعة من العضلات. مبدئيا عندنا عضلة اسمها البكتراليس ماينر. هاكي البكتراليس ماينر. مثل ما تلاحظون. تمسك بالكوراكويدو بروسس. ايضا هناك شورت هيد اف دايسيب براكاي. تمسك بالتب. الحافة وضعها من الكوراكويدو بروسس قبل شوية ايضا اخر شي دقينا الكورايكو لطلسه المسل اليسام هي عبارة عن عضلة تمسك بالكوراكويدو بروسس. غير العضلات اعضلات عدنا الكوراكويدو. هذا اللقميت او هذا الربط اسمي الكوراكو اكرومايال. وانت اعتقد انت محترف. لا تعرف ما يعني كوراكو اكرومايال. كوراكو يعني إذن هذا كان بالنسبة لآخر شي لدينا الإطلاع. إذن خلصنا شرح العظام كاملة حسب كتاب القسم. أتمنى تكونوا تتفدتم من المقطع. هذا الملف راح تجلقونه موجود على قناة التليجرام. وكل ملف راح ينزل أول بأول مع الحلقة الخاصة. شكرا لكم دكتور محمد ضياء. شكرا لكم على حسنا متابعة ومع السلامة. ترجمة نانسي قنقر